مجموعة من الإجراءات الوقائية اعتمدتها عدة مدارس كروية بعد صدور قرار من وزارة الثقافة والشباب والرياضة يقضي بعودة هذه المدارس لمزاولة النشاط الرياضي بمختلف الأنواع والأصناف أكاديمية كريم لكرة القدم بمدينة الدار البيضاء مثال لذلك اعتمدت هذه الأخيرة على عدد من الإجراءات الوقائية نتعرف عليها أكثر في روبرتاج ردوان أدريس بكاميرا بذر مقادة بعد مرور أزيد من ثلاثة أشهر أغلقت خلالها أبواب مختلف المدارس الكروية والصلاة الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد أكاديمية كريم لكرة القدم عادت من جديد لتفتح أبوابها لكن بقوانين وإجراءات وقائية مختلفة قد لا يتعود عليها هؤلاء الأطفال منذ الوهلة الأولى هذه فترة دي الأسبوعين اللي كان قوموا بتدريب دينا بشكل عادي مع احترام بينسيغ للإجراءات أو احترازات الوقائية اللي كتوصيبها للجامعة والوزارة المعنية الحمد لله نجحنا تقريبا واحد تسعود وتسعين في المائة بهذه البداية لأنه الشباب كما كان عارفوه في هذه الضرفية اللي كانت صعبة ديال ثلاث أشهر كانت واحد ضرفية اللي صعبة اليوم سواء نفسانية الحمد لله اليوم احنا رجعنا بوحد طاقة إيجابية باش نرجعو حشا ديك لين يجيب فوزيتيف لعند اللاعبين الشباب اليوم قبل انطلاق الحصة التدريبية الصباحية وقبل ولوج التلاميذ لأرضية الملعب يتم تعقيم اللوازم الرياضية ومختلف الموافق ملسقات إرشادية تظهر الإجراءات الواجب اتخاذها كارتداء الكمامات وتعقيم الأحذية وغيرها تفاديا للإصابة بالعدوى الحصة التدريبية لا يجب أن تتعدى عشرة لاعبين كحد أقصى مع احترام التباعد الاجتماعي أي طفل سيكون في المدخل الرئيسي للنادي سيكون بالبابات ديالو بطبيعة الحال سيكون واحد الأجنت سيكوريته اللي يدير له الاتومبيغاتور ديالو كيشوفها واش مناسبة للولوج الملعب والله عاد كتكون المرحلة التالية وهي تعقيم ديال اليدين وكتكون واحد طريق اللي ديجا مخطط لها الولوج إلى المعلب الرئيسي تبقى المسئولية إذن ملقاة على عاتق المشرفين على هذه المدارس الكروية بشكل مضاعف ما بين تلقينهم للدروس والحصص التدريبية وبين الحرص على عدم الاقتراب واحترام تدابير الوقائية المصابها من قبل الجهة الوصية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر